استكمالاً لأمثلة الوحدة الثالثة نظام تكاليف الأوامر نبدأ مع مثال 2 الشركة الصناعية XXX تعمل على تشغيل الأوامر أرقام 101, 102, 103, 104, 105 وقد أمكن الحصول على جزء من حساب مراقبة الأوامر الانتاجية تحت التشغيل على النحو التالي حساب مراقبة الأوامر الانتاجية تحت التشغيل ده معطى كان عطيني فيه في المدينة والدين في المدينة عطيني 20 ألف رصيد أول المدة 100 ألف مواد مباشرة 80 ألف أجور مباشرة 48 ألف تكاليف صناعية إضافية محملة قناعتيني في الداين 190 ألف حساب مراقبة الأوامر الانتاجية التامة وبعد كده جمع لي الجانب المدينة 248 ألف نقل المجموع في الجانب الداين 248 ألف وطبعا الرقم المتمم اللي فيه علامة استفهام ده رصيد آخر المد يقول لي فإذا علمت أن شركة تستخدم معدل تحميل بمعدل 60% من تكلفة العمل المباشر وبفحص الأوامر اتضح أن الأمر رقم 103 هو الوحيد الذي مازال تحت التشغيل وأنه حمل بتكاليف إضافية قدرها 12 ألف ريال المطلوب يحسب تكلفة المواد المباشرة للأمر 103 طبعا الأمر 103 هو الوحيد اللي مازال تحت التشغيل آخر مدة ده هو يبا هو ده يبا المفروض نجيب الرقم ده يبا هو ده تكلفة الأمر رقم 103 نحسيبه إزاي نشوف الحل رصيد أوامر تحت التشغيل آخر المدة اللي هو الأمر 103 جبنا المتمم اللي هو كان في الحساب ده كان علامة استفهام حسبناه طلع 58 ألف تتضمن تكاليف إضافية محملة لهذا الأمر 12 ألف دي معطى اللي 12 ألف دي كانت معطى وحيث أن معدل تحميل التكاليف الصناعية الإضافية بتساوي 60% من تكلفة العمل المباشر كلمة تكلفة العمل المباشر يعني الأجور المباشرة لأن نقل كلمة تكلفة لكن لو قل العمل المباشر بس يبسعات لكن تكلفة العمل المباشر بتقيل الأجور المباشر يبقى تكاليف أجور مباشرة لهذا الأمر نجيبها إزاي إذا كان معدل التحميل معطى والتكاليف الإضافية معطى يبقى نجيب إيه الأجور نباشا زي هنقول التكاليف الإضافية اللي هي كانت معطى في مقلوب معدل التحميل عشان أرجع لأصل الرقم كان كام يبقى تكلفة الأجور نباشا عبارة عن الـ 12 ألف فيه معدل التحميل أصلا كان 60% 60% يعني 60 على 100 مقلوبها 100 على 60 يبقى كأن الأجور المباشرة كانت 20 ألف يبقى نعند دلوقتي الإضافية المحملة للأمر ده 12 ألف والأجور المباشرة طلعناها 20 ألف وكان مجموعة الأمر كله المتمم 58 ألف هنبدأ نجيب الباقي مواد مباشرة لهذا الأمر يبقى نجيب 58 ألف نطرح منها مجموعة الـ 12 وي الـ 20 ألف تطلع 26 ألف يبقى هي دي تكلفة المواد مباشرة للأمر اللي كان باقي تحت التشغيل ترجمة نانسي قنقر